ما يميز هذه الأسرة أنها تسكن جوار ميناء الحديدة حيث تحط الصفن أحمالها لكن ذلك لم يغير من الواقع شيئا وكبقية الأسر التي تسكن المرتفعات الجبلية تأيش على القليل من الوجبات الخفية الوقباء الصباح خبز شاي نعمل خبز شاي وبه نسوي لنا رز ناشف والليل برضه يما خبز ناشف الخصار ما فيه زالة مرة خضرنا حب الزبادي زالة مرة حب الزبادي بالنسبة للباقي هذه إدامنا خضرنا إدام بمئة ريال يعيش عدد من الأهالي جوار الميناء معتقدين أن موجودهم هناك سيمكنهم من الحصول على ما تحرم البلاد منه لكن تلك المنطقة تحولت إلى تهديد لحياتهم وأمس الليل من كدرة الضرب وهذا من كل واحد يقلس في جنب الثاني وتخبئين على أساس أننا نخايفين من الرائع يلقع لفوقنا تتعلم لكيف من الرائع يلقع لفوقنا وما فيش أنهم يحمينا من فوق في داخل تلك الصوامع تحتجز كميات كبيرة من القمح القادمة من مناطق بعيدة والتي احتاجت لأشهر للوصول إلى هنا تقول الأمم المتحدة أن الكميات مهددة بالتلف كلما زادت متتبقائها في التخزين وهو ما لم يهتم به المقاتلون خارج تلك الصوامع تدور المواجهات وينتظر المحتاجون الحصول على وجبة جيدة ويتمنون الحصول على جزء من تلك الكميات طبعا الحوثي كان مسيطرة على هذا المكان كامل وهذا الحبوب وهذا الغذاء متواجد كامل لم يتم توزيعه ولم يتم توزيع الذي في الدريهمي أو الذي في مبنى اليوان هنا كل ما تم توزيع الفقراء والمساكين أي شيء بعد مرور مدة طويلة على بقائهم جوار أكبر مخازين البلاد عرفوا أن الحرب عندما تشتعلوا لا تفرقوا بين من سكنوا على الشاطئ أو فروا نحو الجبال شكرا